وبالعودة إلى حادثة احتجاز رهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة حيث ترتاد هذه الكنيسة الجالية الإسرائيلية في تكساس فيما فرض رجال الأمن طوقا على الكنيس كما تم نشر قوات التدخل السريع من جهتها طالبت شرطة كليفيل عدم الاقتراب من الكنيس وأجلت السكان من محيطه وفي الأثناء فادت مصادر الحدث أن المسلح يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها ب86 عاما بسبب قتلها جنديا أمريكيا وعميلا في الاف بي آي المعلومات المتداولة تشير إلى أن محتجز الرهائن هو شقيق الباكستاني عافيا صديقي المدانة بالإرهاب